مرحبا كيف ألغينا مشروع الوالي التركي؟ طلع خبر أن تركيا تعمل الوالي واحد للمناطق شمال سوريا كيف نحكي؟ فطرحنا على التحالف فكرة أننا نوافق على فكرة الوالي التركي لكن هذا يتطلب أشياء قانونية اقترحنا أننا نوافق على هذا المشروع وعلى أن تتحمل تركيا مسؤولياتها تجاه المناطق مسؤولياتها وفق معهدات جنيت أنهم يتحقون مؤقتاً بهذه المنطقة ويحكموها مباشرةً بسلطة تركية وليس سلطة لا الاعتلاف ولا حكومة ولا حكومة الزبالية حكومة عبد الرحمة المصطفى حتى الجيش الوطني يحدث تحت تصرفكم ونحن لا لدينا أي مشكلة فقدنا منكم فقط مجموعة الأشياء فقدنا منكم الخدمات الطبية الخدمات الصحية الخدمات التعليم الطبابي الاقتصاد وقدنا منكم ضمان اجتماعي وقدنا منكم بشكل مواطن ويقوموا بحسب الأسعار الموجودة في تركيا وسوريا وثمان بحسب 250-50 دولار حسب الوضع وقدنا منكم سكن لكل اللاجئين وكل الناس ومسؤوليات تكون تابعة للدولة تجد الحد الأدنى وقدمنا المشروع للتحالف وقدنا منكم الاجتماعات على نت التركي رفض قال أنا شو دخلني بالتعليم وشو دخلني بالصحة وشو دخلني بالأمن وشو دخلني بتطبيق القانون وشو دخلني بانتهاكات وشو دخلني بالجرائم كيف تعمل والي لك؟ والي بس ليسرق وقت رفض التركي فشل المشروع صوتوا انه لا يجوز لتركيا انه تعمل تعمل واليد تركيا جيش للمراقبة فقط ولا يجوز لها ان تدخل بسلطة المدين يعني رجعت السلطة لمين؟ للشعب السوري مو هيك؟ بتك تعمل واليك مثل ما بدك نحنا معاك بس الولي يتطلب هيك ليس والي بيبيع كبتيقون وبيشبه على العالم وبيخطف الناس بالسجون وبيحطه بالسجون وبيطالح حالة حتى يغتصر نسوانا ولحتى تدفع له كذا ألف ألف دونار شو هالوالي هذا؟ لك شو هالوالي هذا؟ شو هالوالي هذا؟ اللي بده يشغل الزعران والتجار الكبتيقون والعصابات والمدر يشوه والوالي يسرع الزيتون يحفش البيض وبدر يشوه شو هالوالي هذا؟ وبالتالي تبهدلوا طبعا هذي الفكرة والحكية هذا فكرة أبو زهير أبو زهير الله يعطيه العافي ويمده بيتوب العافي طلعت معه واللي أنا بقى نفرجيه كيف؟ قال خلاص ما عليك طرح المشروع عليهم انه باسم جهاز محاربة الإرهاب نحن سنوافق على وجود والي تركي على أن يتحمل مسؤولياته شو مسؤولياته عدد لنها؟ بالقانون مهيك؟ بالقانون جاب لنها مسؤوليات الوالي والي اللي عين انه توجهش الاحتلال مثل مندوب السامي المندوب السامي صار رسمي الاحتلال رسمي صار مسؤول عن كل الشغلات تفضل طبق القانون لك بس طبق القانون بس ضب الشبيحة تبعك والزراء بس فتحنا السجون لحتى نفتشها بس اعمل سيادة قانون الغيل فساد والغيل رشوة والغيل تشليح والغيل كذا وعطي الناس حقوقها لك طعمية وصقية أمن لها خدمات وأمن لها أكل وشرب وتعليم وصحة ما بدك تعمل شيء انت منك مسؤول عن شيء لك أنا مسؤول عن شو والي لشو شو بده يتولى يعني؟ ماذا سيتولى هذا الوالي؟ هاي المسؤوليات تجاه الشعب العايش على الأرض من بده يتحملها؟ مو السلطة؟ طيب عم تقول انتين انه في سلطة بدك تعمل والي سلطة تركية تفضل اذا السلطة تركية تحملها؟ هاي المسؤوليات تقول لا هلأ رجع يقول لا يا أخي فيه حكومة وفيه اتلاف وفيه مدرش نحن نقول لك نحن نحن نحاسبون هذو مجرمين وقتله وما حدا انتخبون ولا حدا عاجبوا ولا عاجبين حدا تفضل يا هيا يختار هايدي أو هايدي يرجع الموضوع للنقطة الصفر لا الاتلاف عم يقوم بدوره ولا الحكومة عم تقوم بدوره وفقدت شرعيتها نهائيا وانتهيت وقاللأ المنطقة الشمالية على أبواب انتفاضة سياسية عسكرية رغم كل الفساد ورغم كل المخدرات ورغم كل الشحار اللي يصار فيها هي على أبواب انتفاضة طيب كيف بدأت تنظم؟ الإرهاب المدرشو كل واحد عامل لحاله الدولة عامل لحاله إلا العشائر والدنيا وكذا قايمين كل ياتون أخي ما عاد ينعاش إذن لابد من سلطة لابد من سلطة وطنية تحكم هاي المنطقة طلع من هنا بدك تترك نقاط مراقبة مراقبة تركية عسكرية ما لك دخل بالشغل المدنية نهاييا ولا بالجيش الوطني ولا تاخد ميليشيات وتاخد مرتزقة وتشغل عندك ولا تبيع وتشتري بهذه المناطق ولا تدعم هذا الأزعر وهذا الأزعر وتحط بالصرمية تبعتك حكومة والصرمية تبعتك اتلافه إلى آخر لا تفضل حكوم حكوم أنت مثل ما كانوا يعملوا الأخوة بالمجلس الوطني يقولك يا أخي استلموا أنتوا الرئاسة وتحملوا مسؤولية نحن ما أخيامتوا بدكم كل شيء لكم وكل شيء كل شيء بيدكم عود أنت رئيس يا صدر الدين بينوني يا علي عود أنت رئيس وتحمل مسؤولية لا أنا ما دخلني براه غليون معازل خطيب يا أخي ما أعطي صلاحيات حاس تساحب منه كل الصلاحيات وعم تلعب من تحت الطاولة اتفضل عود أنت رئيس وتحمل مسؤولية ونحن منزقف لك عودت سنة سنتين رئيس وفرجينا شو شو رح يطلع معك أما قاعد وراه وتلعب تمسك الأمور وما تشتغل شيء وتحط واجهات لتخبه وراها ما بيمشي الحال فهذا هو اللي عملنا مع التركي كتر خيره أبو زهير الله يمده بطوب العافية وفعلا يعني ضربة مرتبة فمشروع الوالي تطرنب تطرنب نهائيا بقرار من التحالف الدولي ممنوع تعمل الوالي هاي المنطقة سورية وستحكم من قبل الشعب السوري ولا نعترف بالاقتلاف هذا نقطة مهمة جدا يعني احنا اللي سبتنا ان حكومة الاقتلاف والاقتلاف هي السلطة بيد سلطة عصابات تؤدي في النهاية الى خدمة الفساد والمخدرات والجريم والارهاب وان شاء الله الايام قادمة انا بتحدى حدا بقى من الدول بتعترف بهذا الاقتلاف نهائيا الاقتلاف وحكومته وهذه البحرة وزعرانه وما حدا لاحيان ما حدا لاحيان يحبرهم بكلبة ولا بشي وحتى لو بيطلعوا بأي قرارات لن يكون لها اي قيمة اي قيمة على الاطلاق لانه بيّنوا بشكل واضح انه هن يعني ممسحة صباط ممسحة صباط التركي زمانه كأننا نشتري الصباط كان نعلم زمانه نشتري الصباط ينقر من تحت يقولوا ركب له نص نعل فالمعارضة السورية نهرت من تحت جابوا له نص نعل نص نعل مين هلأ ركبوا له نص نعل قاموا سالم نصلت من نقر حطوا له هذه البحرة نص نعل بالحزاء تبع التركي هايدي المعارضة السورية اليوم هلها تفتلي شرعية ومشرعية وقدر يشون منتخب وحطينا فرضنا واحد ما عملت شي حقق فرنك كل شي عملته تركيا حقق فرنك لن ينتهي الى شي خزلان وزل وعار عار عليكم واللي عم تعملوه باللاجئين السوريين عار عليكم سيكون عار وسيلاحقكم سنوات طويلة ايه هذا اللي عم تشتغلوه هذا اللي عم تشتغلوه يعني تفكروا انه عدد خليل ما يحسنوا يشتغلوه بس يكونوا على حق وعلى قلب واحد بيشتغلوه وبينجزوه الى اخير ندعو كل السوريين الموجودين تحت سلطة الاحتلال التركي الى العصيان المدني مبدئيا وسحب جنودهم وقواتهم ومدرشوه الى خيري وعناصرهم من ايدي من سلطات التشبيح التركي في الشمال السوري هذا ندعوه مظاهرات مستمرة في السويداء وفي الادلب وفي المناطق كلها مظاهرات وعصيان مدني واذا بتحسن توصلوا لما كاتب الاقتلاف وكذا بتحتلوها وتعدو فيها تقولوا اطلع مرة تركي اطلع برا نحنا قادرين نعمل سلطة محلية تحكم وتزبط وتعمل الاخري واطلعوا انتوا برا اطلعوا اتخرجوا خارجا ابدأوا تحرير سوريا من الشمال والجانب اطلعوا